مضت الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق من دون تسجيل أي خروق بحسب مفوضية الانتخابات وعلى غير المتوقع أظهرت النتائج الأولية تراجعاً لكتل وتقدماً لأخرى حافظت بعضها على وجودها في المشهد السياسي رغم حصولها على مقاعد أقل من الدورات السابقة وخسارتها الأكثرية في البرلمان تصدرت كتلة التيار الصدري القائمة بزعامة مقتدى الصدر بواقع 73 مقعداً تلتها كتلة تقدم بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ب38 مقعداً في حين حصلت كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نور المالك على المرتبة الثالثة ب37 مقعداً أما الحزب الديمقراطي الكردستاني فحصل على 32 مقعداً لكن المفاجأة كانت حصول تحالف الفتح بزعامة هاد العامري على 14 مقعداً فقط وهو تحالف يضم فصائل الحجد الشعبي الموالية لإيران ما دفع هذا التحالف للطعن بنتائج الانتخابات والتشكيك بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قالت إن نسبة التصويت الأولية غير النهائية لانتخابات مجلس النواب بلغت 41% وهي الأقل من مثلاتها في الدورات الانتخابية الأربع السابقة التي بلغت في انتخابات عام 2018 نحو 44.5% انتخابات الرجوفية العليا المستقبة التكابات باتخابات التحالف العبور العليا المستقبة هااً شكرا